اشتركوا في القناة العبرة انك تبدأ في تنظيم نفسك وتعرف قواعد فن حرب العصابات زي ملخصناها في كتب كتير على قناة ريت تلاجعها. حرب العصابات مش حماسة وعوجة ويلا بينا واليوم الحاسم. لا دي زي اللعبة اللي ليها قواعد وقوانين. لازم تحفظها زي اسمك. لان اللي مش بيراجع القواين وقواعد دي بيبشل. ومعانا الحلقة دي تلت نمازج لتلت شعوب نسيت قاعدة او اتنين من قواعد حرب العصابات ففشرت وخسرت معركتها. وهنقرنها بنجاح المقاومة في الجزة ومصر. الدول الثلاثة هما اليونان وماليزيا والفلبين. وانطير مع اكتابة الطاير للفصل العاشر صفحة مية وستة. اسباب الفشل في الثلاث حالات تعال اراهم معي. وتبرئن الحالات الثلاثة عما يحدث للثوار العصابات عندما يقطعون او ينقطعونهم بانفسهم. كما فعل الشيوعين اليونانيون. عن الاتصال والدعم الشعبيين. اللي هي الحاضنة الشعبية. او عتتحرك بدون حاضنة شعبية. بدون تأييد شعبي. هتروح تدافع عن مواطن. انهم شرطة بيضرابه. وبيسرق فلوسه. وبيتحرج باهل بيته. لكن مع اول حركة ضد دعمين الشرطة الظالم ده. هتلاقي المواطن المطقون اللي انت بتدافع عنه. نشف بقه من موية المجال المعالجة اللي بيشربها. وتكرع. وبلغ عنك وداع عليك. والله يخرب بك. وما تسميه يعذبنا بامان بها. وخلو البلد تكر. شوف مثال من مصر مع محمد صبحي. ونرجع لعدها للكتاب. سألت نفسي. لو الرئيس مصر خد ولادي وعزبهم وسكنهم. اغسل بالله. أصحاب الله. سلوك المسكنة وحب التعذيب وكره المدافع عنك سلوك يهودي قديم. سيدنا موسى عليه السلام وجد اتنين ويتخنقوا في مصر. واحد من بني إسرائيل وواحد مصري. فقالي من بني إسرائيل استغاس بنبي الله. موسى الحقني ده أنا من شعاتك انصر. على عدو المصري ده. فسيدنا موسى واكز المصري. واكزة فمات المصري. تعالي اراها من سورة القصص. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان. إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأشبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنشره بالأمس يستشرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. إني كان لسه بيقول إنبارح إلحقني يا موسى جفني يا موسى دلوقتي بيقول أهو أهو هو ده اللي ضرب الرجل إنبارح هو موكل شكو يا ناس. حد يبلغ عمه فرغم بصر عملي ما يغرب. نرجع تاني للقاعة أوعك تتحرك لتحرير شعب مضروب عليه الزل والمسكنة قبل الحاضنة الشعبية اللي هتأيدك وهتمدك. وإلا هيكون المطحونين دول أول ناس تبلغ عنك وتقف ضدك وتضحب نفسها تحت رجلين جلدها ضدك. يعني في النهاية لو حسيت إن الناس أجلبها لسه مش معاك يبقى لسه مستووش. لسه فيهم نفس يشربوا مجاري ويأكلوا زبالة تانية سيبهم يجيبوا أخرهم وما تخدكش الحماسة لإنقاذهم وهم لسه مستمتعين بالعذاب. لازم على الأقل تضمن إنهم الكتب بتقول إنهم هيبقوا على الحياة. وأنا بقولك الحياة مش كفاية لازم يبقوا معاك حاضنة شعبية حتى لو مش ضمن الحراك الثوري لكن بيقيدوك. لأنهم لو على الحياة هم مسلسلين وحبة موسيقى ونحنها على دمعتين يعملهم الديكتاتور هيقلبوا ضدك في ثواني ويغضروا بالحرية. وده اللي كان الشيخ أحمد ياسين لما سألوه إمتى المواجهة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي قال لهم لما توصل دعوتنا لكل بيت فلسطين. وشوف النتيجة الآن مع الشعب البطل اللي كله مع المقاومة رغم التضحيات. تعال نشوف مثال من اليونان مع أنهم حقاوا نجاحات مبهرة في البداية لكن وصلت محارب العصابات هربت منهم. تعال اقرأ معي الأخطاء اللي ارتكبوها صمحة 114. وكان أول الأخطاء فقدان الاتصال الفعال مع السكان. ففي البداية ولأسباب تتعلق بالراحة المادية من جهة وبالضرورات الأمنية من جهة أخرى اكتاح الشيعيون القرى التي طردت درك منها. وقاموا بمصادرة المواشي والأرزاق كما عمدوا أحيانا لتهجير السكان إذا دعت الضرورة. وكثيرا ما جند السكان بالقوة في صفوف محارب العصابات أو طلدوا خارج منطقة حرب العصابات. الثوار عملوا عداوة مع السكان المحليين وبقوا بيجندوهم بالقوة. مع أن احنا قالين أن محارب العصابات هو متطوع بالنفس والمال عشان تتشكل عنده عقيدة التضحية. الضرورة كمان اللي ارتكبوها ثوار يونان إنهم بقوا يجل السكان من مناطق الاشتباك. وبالتالي بقى معروف إن كل اللي في المنطقة دي محارب العصابات. يعني كانوا بيسهلوها على عدو. وبيفكود الثوار ميزة الشبحية والاكتفاء وسط الناس الدعمين. الخطأ الثاني اللي ارتكبوا محارب العصابات اليونان إنه بقى يتمسك بالأرض المحررة. وبالتالي يتحاول لمحارب تقليدي مش محارب العصابات. معروف مكان. وفقط قدرته كبرغوت. ويرقص الكتاب الأقطاء القاتلة دي صفحة 116 قراها معي. أكد المثال اليوناني تماما المبادئ الثورية. فليس هدف حرب العصابات كسب المعارك بل تجنب الهزيمة. كما أنه لا يتمثل في الحرب بل في تمديدها حتى يحدث انتصار سياسي. أكثر أهمية من أي انتصار عسكري. وعند تضحيتهم بمزايا تيك تيك حرب العصابات في سبيل استراتيجية عسكرية أساسها حكذا للأرض. وضع الشيوعيون اليونانيون الضعف أمام القوة. عشان تبقى تعذرني لما بلح عليك في المراجعة النظري وبلخص لك أكثر من كتاب في المجال ده. معلش ساعة التعف النظري هتوفر عليك أيام في الميداني. وتعذرني لما بتقل عليك في الواجب الميداني في التواصل مع الناس. عشان الحاضنة الشعبية اللي فقدها اليونانيين. وتفهم كمان ليه أعدائك مع الطالين وصولي القناة دي للناس. ودي أجلب تعليقاتكم. إزاي قناة دي دي مش وصلة للمليون. إزاي قناة دي ما بيفقاش الناس كل ده. طب دي أنا أقول لك على العكس. شوف أيام ما كنا بنقدم كوميديا. كوميديا سياسية. كانوا فتح لنا محبس الوصول للناس جدا. دحاكنا يا فنان. كمان شوية دي حكى الله يبريك لك. قال لنا يا فلان اشتغل يا فنان على معركة الوعي. وكنت ديف متكرر على قنوات من قسين المعارضة. لكن دلوقتي مملوعة على القنوات دي حتى ذكر اسمي أو اسم كتاب على الطائر. بديك المثال ده بالقناة عشان تشوف أهمية وقطورة الحاضنة الشعبية. اللي تتسفكر فيها قنوات ودول لمنع صوتك من الوصول للناس. لكن طبعا البركة فجهدكم ورواد الأهوة من الطيور المهاجرة. ده تحديدا دور الطيور المهاجرة على الأهوة. نشر الدعوة والوصول للناس. ده يرجع للكتاب وتجربة الفيلم مين في حرب العصابات صفحة 107. الثوار متمثلين في جماعة حق الله. المعروفة بالهوك بقيادة لويس تاروك. وبلجت قوات الثوار ساعتها 30 ألف ثوري مضرب. لكن بيقول لك أوه في الفصل ده. إن أغلب السكان ما كانوش مع الثوار. لكنهم في نفس الوقت ما كانوش ضدهم. كانوا سلبيين. نزم ربنا يولي من يصلح. أو يولك الظالمين بالظالمين ويفرجنا من بينهم زي الشعرم العجيل. أنا بقول لك إن النوع المفصلة ده السلبي المحايد خطر. هيقلب عليك في لحظة. سهل يتم شراه برهيفين عيش وزاة زي التموين. أو مسلسل في دمعتين في الحنين. لازم يكون معاك ووصلته دعوتك. وبالفعل القوات الحكومية اشتجلت على النقطة دي. ده في زيادة في المرتبات. ده بيقول لك نازل فول وعد ساعة التموين. قال لك نرمي رشين نشتري بهم الشعب. بس نكسب الحرب مع البراجيت مؤقتا. وبعد كده نرجع نصب في الشعب وفي مصلحته من تاني بره حكمة. بيغراها معايا صفحة 180. بينما انكب الجيش على الأعمال الاجتماعية. كإقامة المستوصفات. وبناء المدارس. وتصليح الطرقات والجسور. ومساعدة الفلاحين على عمله بنقل غرزهم إلى السوق. حياة كريمة يعني. بس كريمة بجد مش فانكوش. وأنا كنت قلت لك في الجزء الأول. إن الناس عندها استعداد تدعي المحتل الصريح ذات نفسه. المحتل الأساسي طرام هيوفر علف للزريبة أو شبه الدولة. وحيوه حيوه يا عمير بيت أبو. وفهمت دلوقتي ليه هدف الأرص إنه بيفشل قطط المحتل في تخدير الناس. وشراء زن متهم بطرق غير مباشرة إنه بيرميلهم عظمة يعني. البلغوت بيفشل العظم ده. الطريقة التانية اللي عملتها القوات الحكومية للقضاء على الثوار الهوك كانت الفلوس. أهمها الفلوس. ستمية وعشرين مليون دولار أمريكي رشاوة في وقتها فلوس زي الرز. اقرأ معايا كده في نفس الصفحة. ونجح مشروع مدروس لشراء الضمائر حيث كانت تفشل الوسائل الأخرى. ودفع بسقاء ثمن الأسلحة المعادة إلى السلطة. وخصوصت مبالغ ضخمة ثمنا لرؤوس قادة الهوك. وأدت الخيانات إلى تقطيع أوصال قيادة الثائرين. وقطعت العصابات عن قواعدها المدنية في مانيلا. حيث أمكن القبض عمليا على جميع أعضاء القيادة الثورية تقريبا. واعف نقطة تانية عزيزي من أخطاء حرب العصابات. التعامل بحزم مع أي شكل من أشكال الخيانة أو الجدر. الإعدام الميداني للخائن. مفتكر لدرجة سانتزو قالك التعامل بلطفة بمساعدة مع السكان المحليين لكن بحزم. يعرف أنك ما بترحمش الخائن. وهجبوه يعني هجبوه وهتعدمه ميدانيا. رجع مايكل كولنز في إيرلندا والسنوار في الجزة. عارف إيه اللي حصل للهوك؟ ما هزموش. لكن ما انتصروش. منشفوا في مكانهم. انجمدوا. انحلوا تلقائيا. وده اللي حصل للجماعة الإسلامية في مصر. راجع حلقة دموع في عيون الحلقة. أرقم سبع حلقة اهتيال السادات. لكن ايه اللي حصل للهوكي في الفلبين حسب الكتاب؟ تعال اقراها معايا صفحة 109. ولن يهزم الثوار عسكريا. وهم في الحقيقة لن يبادوا مطلقا. ولذا فإنهم يظهرون من وقت لآخر. لكنهم فقدوا حرب الدعاية. ولم يعودوا قادرين على جاذب الشعب. لقد سلبوا قضيتهم من قبل حكومة أكثر شعبية من كل ما سبقها من حكومات. حكومة ذكية. اشتارت الزمن واشتارت الشعب بكبرى وزاز الزيت. عشان كده محارب العصبات من مهامه إفساد عملية شراء زمن الضعاف النفوس من الشعب. محارب العصبات بيتدمر منافس بيع العظم ورجلين الفراخ والفتافيتي اللي بتترمي للشعب. محارب العصبات بيتدمر اقتصاد الاحتلال على أرطك. أو وكيل الاحتلال على أرطك. عشان كده سؤال الحلقة للمذاكرين. كتاب ايه اللي قالك ان محارب العصبات ليس مخرب كما زون البعض. ووصف صفات محارب العصبات. المذاكر يكتبينه في التعليقات علشان نكافؤه. وانطير مع كتاب عالطاير ونشوف غلطة صوار ماليزيا في انهم تم تصنيفهم في بقعة أرض. فقدوا اختلاطهم بالشعب. نفس الغلطة. الحاضنة الشعبية. وبالتالي بقى جيش ضعيف ضد جيش نظامي قوي. اقرأ معي عن ثورة ماليزيا صفحة 110. ففي الأدهان غير المأغولة التي أجبروا على اللجوء إليها. كان يقطن عدد محدود جدا من السكان المحليين. لذا وجد الصوار صعوبة بانجة في الحصول على المؤمن. خلاص بقى الصوار في الجبل الفلاني أو القرية الفلانية أو الجابة دي تختلف طبعا عن ما تقول كل مصر احتمالي يكون مقاوم. فاكر الثورة الجزائرية والكلمة المشهورة خليك زي الناس يا علي. والحلقة اللي فاتت فاكر سبب انتصار الثورة الايرلندية مايكل كولينز. لو كنت ناسي أفكرك. بس بقى شوف الحلقة كلها. هجيب لك حتة. الكتاب يوص في الإنجليز في اللذة صفحة 81. بيقول وأصبح الجو في ديبلين وكأنه كافة الموظفين البريطانيين تقريبا معتقلون في القلعة. ولم يكن الجنود ورجال الشرطة ضمن ثكناتهم في وضع أبطل. ولم تقع أعمال عسكرية كثيرة. ولكن جو التوتر استمر في التأزم. وأصبح كل طريق متشالا إلى كمين محتمل. وكان بإمكان أي مدني مهما كان بريء المظهر أن يخرج مسدسا ويطلق النار. أشرح على الفيديو يمكن تعرفه أكتر. تعال شوفها من أبطال الجزائر. ما تكتبه تقوم بريء المبينة؟ أتبع هل سوف تتكلم أمي؟ أمي لا يمكن فتكلم أبطال الجزائر. هل تقوم بيوم؟ أمسكيين على الجزائر. أفكتكيين. مختلف. كل واحد من الناس احتمال يكون مع الثوار واحتمال لا والثوار ملهمش شاكل أو سمت معين ما هم الشيوخ زي غلطة جبنة الإنقاذ في العشرية السودة في الجزائر وبالتالي كان سهل الضرب بالسمت وغلطة الإخوان في مصر اللي خرجوا للعلن بعد صورة يناير وطبعاً السمت الإخواني وتصنيفه سعلي جداً لدرجة بقى في مصر وقولك الإخوان سبب سقوط الأندلس الإخوان اللي خرموا سقوط الأزود الإخوان اللي جلوا الدولار وحاسم ملك كان نحط دولورات في شائته وقال يهد ما انتبقى سهل لتصنيفك عزيزي محارب العصابات لا تتصف في شكل أو سمت أو أي دولية أو منطقة جغرافية أو صنعة طائفية زي الطلاب أو المهندسين أو محاميين ولا لبس معين كاب تشيرت شعب شعف إلونوئي شعر بشنطة اسمعها يا حفيد الأبطال العرب من ثورة الجزائر قاهرة فرنسا اسمع اسمع لي ما هوش الإرهاب اللي وصلنا باش نربح الحرب وإلا باش تنجح الثورة الإرهاب لازم في الابتداء ولكن من بعد لابد الشعب كله يتحرك هذا هو الهدف التاعنا بهذا الإضراب الكبير يلزم تجنيد كل الجزائريين يلزم تجنيد كل الجزائريين همتع لي باش نوزنه قوتنا الشعب في النهاية لازم يتحمل معاكم مشاركة وإلا هتبقى بتنتحر وترجع لنقطة الصفر عشان تعيد من تاني وكلمة شبح من معناها مش بس إنك مختفي معناها إن أي حد ممكن يكون إنت وإنت ممكن تكون أي حد فعدوقت الحالة دي مرووش ومش يقدر يحالب الشعب كله ولو حاول يضيق على الشعب فده ضده لأنه بيوسع دائرة التمرض إلا هدفك صناعتها زي ما شرحنا ده بالتفصيل في الجزء الأول لازم ترجع له دول تلات نمازج لمحاربي عصابات فشلوا لأنهم ما ذكروش كويس قواعد فن الحرب وانفصلوا عن الشعب وبالتالي الشعب عيبصلهم على إنهم فضائيين جايين يحرروهم وربنا بقى يوفقهم أهو عيبصلهم على إنهم جايين يعركلوا حركة التخرية اللي بينعم فيها الوطن وسيبونا بقى الله يهدكو أو كل ما تعملوا أرسى أو حركة مقاومة جناب المستبد بيقلب علينا أحنا يقرب بيبقوا إرهابيين يا خاونا يا عداء الوطن افتكر دايما نمازج فشل محاربي العصابات في اليونان وفلبين وماليسيا وعشان تبقى مشارك مش متفرج أنا أذكرت الفصل التاسع حرب العصابات في كبرو صفحة 91 والفصل 14 صفحة بس وطبعا عليه خلاف تاريخي بس سأسيبه لك تقراب نفسك وما تنساش إن سيبلك رابط الكتاب في الجزء الأول عزيز المناضل سواء المطحون في الداخل أو المهاجر كل له دور دور غير الفرجة لو عندك وقت لمناشية المزيد من الكتب يبقى لو فاضي شوية يبقى قابلني في حتة بعيدة أعزمك على فكرة جديدة وخل حساب القهوة علي عزيز المشاهد يابو الأفهام سلام أعزمك على فكرة جديدة أعزمك على فكرة جديدة أعزمك على فكرة جديدة أعزمك على فكرة جديدة اشتركوا في القناة